السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل أن تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتحدث في هذا الفيديو عن مراجعة تشكيل سؤال باللغة الإنجليزية كما نعلم لدينا نوعين من الأسئلة طبعا قبل أن أخذنا أربعة نواع أن السؤال WH اسم الاستفهام أو نسميه Yes No Questions أسئلة نعم أو لا أو نسميه Question Tag السؤال اللاحق أو مباشرة أقول الكلمة أو الفعل يكون عندنا السؤال إذن نتحدث في هذا الفيديو عن سؤالين Yes No Questions أسئلة نعم أو لا والأسئلة تبدأ به WH Questions يعني What Where When وهكذا أو تبدأ مباشرة بالفعل المساعد نأخذ التمارين بحيث تتقن تشكيل السؤال باللغة الإنجليزية إذن كما نعلم لدينا WH Questions أسئلة WH يعني أسئلة تبدأ بأسماء استفهام وعدنا Yes No Questions إذن الأسئلة التي تكون إجابتها Yes أو No هذه بيكون شكلها بالأول اسم استفهام مثلا What إذن نسميه WH بعدين عدنا الفعل المساعد What Do مثلا عدنا الفعل المساعد الفاعل You وعدنا الفعل Like إذن هذا شكل السؤال What do you like إذن ماذا تحب الإجابة كما نقول نحذف What نحذف Do نبدأ من عند You I like مثلا English for example أحب اللغة الإنجليزية إذن إجابة تكون عبارة عن جملة النوع الثاني مباشرة نبدأ بإسم الاستفهام مثل عدنا Do You Like English إذن Do you like English هل تحب اللغة الإنجليزية بهذا الحالة يجب أن أجيب يا أما Yes أو يكون عدنا No إذا كان Yes إذن دائما الفعل المساعد الذي يسأل به أجيب به سأبدو أجيب بدو You أحاولها إلى I هل تحب أنت Yes I do إذا كانت No No I don't نأخذ الكثير من التمارين بحيث أصبح أن أكون سؤال بكل بساطة فقط عندنا زمنين Simple present Simple past أحتاج إلى Do Does Did باقي لأزمنة الفعل المساعد يكون موجود داخل الجملة تابع معي نأخذ كثير من التمارين لدينا هذه الجملة It's raining إنها تنطر نريد أن نشكل سؤال لاحظ هذه الجملة هي It is يعني بسطرفة S الفاصلة S هي عبارة عن Is فعل الكون بهذه الحالة بشرة عند وجود فعل الكون لا نحتاج إلى فعل مساعد لا نحتاج إلى Do أو Does أو Did فقط زمنين كما نقول نحتاج إلى Do و Does و Did فقط نضع As في وداية الجملة هل هي تمطر؟ انتهنا فقط وضعنا As في بداية الجملة إذا رأت أن نجيب Yes It is No It is Not سيغادر أو سيترك كريم المدرسة في السنة القادمة اللاحظ أيضا أبوستروف S هي اختصار ل Is دائما الزمن المستمر يعني بالمضارع المستمر يعبر عن المستقبل إذا جاء ظرف يدل عن المستقبل Next القادم أو السنة القادمة هذا المستقبل إذن نقول سيغادر إذن نستخدم المستمر للتعبير عن المستقبل بهذا الحالة Is موجودة فقط نضع Is في بداية الجملة تصبح Is كريم Leaving School Next Year فقط إذن لم أضيف أي شيء فقط وضعت Is في بداية الجملة ودائما الفهم مساعد فقط أضعه في بداية الجملة انترجموا هل إذن جميعا انترجمها هل هل سيغادر أو سيترك كريم المدرسة في السنة القادمة Where Amr live أين يعيش عامر لكن هذا السؤال خطأ نحتاج إلى فعل مساعد WH وضعنا Subject الفاعل وبعدين عند الفاعل إذن يجب أن يكون قبل الفاعل بيكون عندنا Helping Ver فاعل مساعد زمن الجملة Present Simple إذن المضارعة بسيط بهذا الحال نحتاج إلى Do أو Does عامر اسم مفرد يعني هي يحتاج إلى فعل مساعد Does دائما هي شيئة تأخذ Does I و They تأخذ Do يعني Does مع المفرد و Do مع الجماع يصبح السؤال بهذا الشكل Where Does Amr live إذن أين يعيش عامر بهذا الشكل How much Your Motorbike cost كم تكلف دراجتك النارية لاحظ بايك دراجة هوائية موتور بايك دراجة نارية إذن كما نقول كم تكلف دراجتك النارية لاحظ How much هي نفسها أيضا استخدمنا Does لأنه عامر مفرد و أيضا استخدمنا Does لأنه Your Motorbike إذن يكون It دائما هي شيئة تأخذ Does وعدنا Live وعدنا هنا Cost إذن هذا دائما ترتيب السؤال اسم الاستفام بعدين Helping Bear فعل مساعد الفاعل وبعدين عدنا الفاعل She's finished The washing up يعني لقد أنهت الغسيل أو انتهت من الغسيل She's finished هي اختصار She has finished نسمى الزمن هذا Present Perfect إذن مضارة 10 لن نحتاج لأدو ولا دز خلاص موجودة هذا فقط نضع هذا في بداية الجملة تصبح Has She finished The washing up دائما كما قلنا الفاعل مساعد في داية الجملة ترجموا هل هل انتهت من الغسيل دائما يجب أن نحفظ على زمن السؤال أثناء الإجابة فقط نضع Has بعد She تصبح She has finished لكن دائما باللغة الإنجليزية تختصر Has نختصرها بدلا عن ه نضع أباسترو S They've been playing Tense لقد كانوا يلعبون كرة المضرب طبعا هذا اختصار ل Have They have been playing إذن نسمى الزمن هذا Present Perfect Continuous إذن زمن مضارع تام مستمر إذن Have وبين هذا مضارع تام فعل Con والفعل مضاف الانجي مستمر إذن نسميه مضارع تام مستمر عند إذن لا نحتاج أي فعل مساعد فعل مساعد موجود ضمن الجملة هو Have فقط نضع Have عدنا They نكمل الجملة كما هي been playing إذن Tense ونضع Question Mark منتهبة على متى استفهام Have they been playing Tense هل كانوا يلعبون كرة المضرب إذن وضعنا Have في بداية الجملة أثناء الإجابة Have They تصبح Yes They Have No They Haven't أيضا الجملة Yes She Has No She Has Not دائم فعل مساعد الذي يسأل به ويجيب به زمن جملة Present Perfect مضارع تام مضارع تام Last Summer أين ذهبوا بإجازة في الصيف الماضي لاحظ Last بل ماضي عند إذن فعل مساعد هو Did قبل الفاعل دائما بعد اسم الاستفهام نضع Where بعد Did لماذا Did لأن جملة اسم Past ماضي بسيط كيف عرفنا لأن موجود الظرف Last Where Did They Go نكمل الجملة كما هي On Holiday Last Summer إذن تصبح أين ذهبوا بالإجازة في الصيف الماضي لأن لدينا وجود Last What You Watch On Television Last Night أيضا لدينا Last الماضي إذن نستخدم Did What You Watch On Television إذن نضع بهذا المكان Did إذن تصبح What Did You Watch On Television Last Night يعني ماذا شاهدت على التلفاز في الليلة الماضية إذن دائما بالماضي البسيط استخدم الفعل مساعد Dead كيف نعرف إذا كان موجودة بالجملة Last الماضي أو كلمة Past الماضي أو كلمة Yesterday أو الظرف أو كلمة Ago Ago يعني منذ مضى يعني أغلب الأحيان يكون عندنا كما قلنا Yesterday يكون عندنا Past يكون عندنا Last ويكون عندنا Ago منذ مضى هذه الظروف التي تأتي مع الماضي البسيط عندنا الفعل المساعد يكون عندنا Dead دائما وأبد نقلنا فعل مساعد لماذا يساعد على تشكيل السؤال والنفي With finished يعني لقد انتهينا هذه اختصار لHead نسمى الزمن هذا Past Perfect إذن ماضي تم يكون Head والفعل بالتصريف الثالث فقط نضع Head في بداية الجملة لأنه عندنا Poster VD هي اختصار لHead تصبح الجملة Had We finished Had We finished فقط نضع Head في بداية الجملة هل دائما كما قلنا نترجم الفعل مساعد في بداية الجملة هل هل انتهينا الثاني إجابة Yes We Had No We Had Not They'll Do It tomorrow سيقوم بها غدا لاحظ They'll هي اختصار لWell إذا نضع في بداية الجملة تصبح Will They Do It tomorrow إذن هل سيقوم بها غدا إذن البوستر في دابل L هي اختصار لWill إذن نضع في بداية الجملة ونترجم دائما الفعل مساعد هل هل سيقوم بها غدا إثناء الإجابة Yes They Will No They Will Not أو نختصرها Won't دائما Will إذا وضعنا عليها Not نختصرها Won't بهذا الشكل سوف لن It Going To Rain يعني إنها ستمطر إذن هذا المستقبل بيكون عدنا اختصار لإز نضع إز في بداية الجملة تصبح Is It Going To Rain يعني هل ستمطر دائما الفعل مساعد هل I Can Go Out After Dinner يمكن أو استطيع أن أخرج بعد العشاء اللاحظ أو الوجبة الرئيسية نضع Can Can I Go Out ونكمل الجملة After Dinner دائما الفعل مساعد يسأل به ونجيب به Can I Yes I Can No I Can Is It Yes It Is No It Is Not الفعل مساعد بداية الجملة ونجيب به I Should Eat The Apple يجب أن أكل التفاحة نضع Should في بداية الجملة تصبح Should I Eat The Apple يعني هل يتوجب أن أكل التفاحة Should I الإجابة Yes I Should No I Shouldn't إذن هذا الشكل تكلمنا عن تشكيل السؤال كيف يشكل سؤال باللغة الإنجليزية يما يكون WH يعني يسمي استفهام What Where When في بداية الجملة أو يكون باشرة الفعل مساعد سمنا مساعد ومساعد على تشكيل السؤال أخذنا الكثير من الأمثلة فقط زمنين هما Simple Past Simple Present أحتاج إلى Do Does و Did باقي المساعد فقط نضع الفعل المساعد في بداية الجملة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته